اشتركوا في القناة وفي قصة الموسم بتبقى قرارات الفنية خاصة بالمباريات والتشكيل والعبة اللي بتستبعد والعبة اللي بيتم ضمها وقصة الصفقات بيكون بقى في نهاية الموسم او في اللحظات الاخيرة ولكن الاهلي قعدتوا طبعا قصة الصفقات بيكون مركز فيها من بدري الفريق مقبل على بطولات كتير سواء على المستوى المحلي او القاري فبالتالي ادارة النادي الاهلي مطالبة ان هي تركز في الصفقات طوال الموسم وبالتالي إدارة النادي أهلي اللي دايما يعني بيكون تعتمد على رأي المدير الفني في إبرامة الصفقات وما بتبرمش الصفقات لوحدها فعشان كده لازم تدخل كولر في كل حاجة وبالتالي على كولر إنه هو يحسم أمور كتيرة جدا جدا سواء على المستوى الفني في المباريات أو على مستوى الصفقات وده اللي عمله كولر في الساعات اللي فاتل يعني النهاردة هنتكلم عن الصفقات النادي الأهلي بيفكر في إيه أو بيتارجت إيه أول حاجة خلاص هم جابوا يوسف أيمن لعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة ده أول صفقات الفريق طب هل الفريق كده مكتفي بقصة المساكين يعني سألنا طبعا المسؤول كبير داخل النادي الأهلي وأكد لنا إن النادي دلوقتي بصدد التعاقد مع مساك آخر يعني الأهلي مش هيكتفي بيوسف أيمن في مركز المساك لأ كمان في كلام على التعاقد مع مساك جديد يمكن المساك ده مش هيكون أجنبي هيكون محلي ولكن ممكن مستر كولر كان ليه رأي واضح في موضوع المساكين المحليين وشايف يعني ما فيش لعيب يعني يستحق الانضمام لنادي الأهلي في الفترة الأخيرة ولكن طبعا في ظل يعني اقتراه برحيل محمود متولي عن الفريق وتحسبا طبعا لأي حاجة إصابات إيقافات للعبين الأخرين فبتالي يعني كولر قالك لأ لازم أتعاقد مع مساك جديد في لعيبة كتير كانت مرشقة كاليوشة في أمبي اتنين لعيبة من زد مصطفى العيش ومحمد إسماعيل ولكن يمكن إدارة السكوتينج اللي تتدخل بشكل كبير في قصة الصفقات حسمت الموضوع وأكزت أن على مستوى الأرقان محمد إسماعيل مدافع زد هو اللاعب الأقرب لأنه هو ممكن يكون متواجد داخل النادي الأهلي وبالتالي الأهلي دلوقتي في مرحلة إنهاء التفاوض مع مسؤولين نادي زد لضم محمد إسماعيل على مستوى حصة المرمى ما فيش تدعيم حتى في حالة رحيل محمد شناوي حارس مرمى الفريق اللي بينتظر عرض من الدور السعودي إدارة النادي الأهلي مقررة إنه في حالة رحيل محمد شناوي هيستمر مصطفى شبير كحارس أول ويتم يعني تفعيل بند الشرة في عقد محمود الزنفلي وكمان يكون معهم بقى الاتنان خراس الشباب سواء حمزة علاء طبعا حارس منتخبنا في الأولوبيات أو مصطفى مخلوف يعني على مستوى زهير الأيمن ممكن المركز ما فيوش مشاكل في لعيبة كتير إذا كان بقى محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد كريم فؤاد كمان خالد عفتاح يعني فيه أربع لعيبة على مستوى عالي حتى لو قد رقل منهم فما فيش مشكلة مركز الزهير الأيمن في أمان على مستوى الزهير الأيسر رغم اتخاذ قرار رسمي بالتجديد لعلي معلول المصاب واللي مش هيرجع لصفوف الفريق قبل شهر عشر اللي جاي ولكن طبعا الأهلي ببص المعلول بصها مختلفة ما هو لعب وأسطورة من أساطير النادي وبالتالي إدارة النادي الأهلي خد القرار بالتجديد لعلي معلول حتى في حالة عودته متأخرا في الموسم الجديد وعلي معلول متكمل مع الفريق ولكن كولر كان ليه يعني رأي مختلف حتى لو هيستمر علي معلول أنا محتاج زهير أيسر تاني والكلام دلوقتي على ياحي عطيته الله اللعب المختلف في الدوري الروسي واللي يعني يقترب بشكل كبير من رحيل على النادي والأهلي بيتارجط ياحي عطيته الله عشان يكون متواجد مع الفريق الأهلي يفكر فيه الأهلي كان يفكر يستعير ياحي عطيته الله الراجل لو جاء وظهر بشكل كويس وتألق يتم شراءه لو ما حصلش يتم انهاء العلاقة بالتراضي بعد نهاية الإعارة ولكن لحد اللحظة اللي احنا بكلمكم فيها دي النادي بتاعه رافض تماما فكرة الإعارة ومصر على بيعه بأعلى سعر والراجل كمان عنده عروض كتيرة أبرزها من الدوري الإيران ولكن الأهلي مكسف دلوقتي بشكل كبير مفاوضاته لضم ياحي عطيته الله على مستوى خط الوسط يمكن خلاص آليو ديانج يقترب بشكل كبير من الرحيل لنادي الفلود السعودي والأهلي طبعا أكيد حابب ان هو يضم لعب في مكانه الكلام دلوقتي طبعا على مكوينة ولكن مكوينة نادي سانداونز أفل تماما فكرة التفاوض عليه وحتى ما رفضش للأهلي بس رفض لأكتر من نادي قطري على رأسهم الوقر القطري فكرة بيع مكوينة إليه محمد علي بالرمضان المحترف الدوري المجري مطلوب داخل النادي الأهلي على المفاوضات صعبة والنادي بتاعه طالب أرقام كيميرا ولكن النادي الأهلي رافض ان هو يستسلم في صفقة ديت لأنهما شايفين ان محمد علي بالرمضان لعب مهم جدا ولاعب مؤثر وهيفرق كتير جدا داخل صفوف الفريق طيب موقف الكندوسي ايه؟ لو الأهلي ماقدرش ان هو يجد لعب جيد في خط الوسط هيكرر عودة الكندوسي رغم ان كولر مش مقتنع به تمام الاختناع ولكن الكندوسي زي ما يقوله كده متساب استبن أو ساند باي لو الأهلي ماقدرش يجيب لعب خط وسط على مستوى عالي هيتم الابقاء على الكندوسي بعد انتهاء فتلة إعارته لسراميكا كلنا عارفين طبعا ان الكندوسي معار دلوقتي لسراميكا وإعارته هتنتهي بنهاية المصف المفاجأ بقى ان الاهلي قرر الابقاء على بيرسيتاو منفاجأ الأكبر ان الاهلي كمان رغم انه قرر الابقاء على بيرسيتاو قرر التعاقد مع جناح أجنبي فيه طبعا أجنحة كتير مرشقة وفيه أجنحة في الدور السويسري مرشقة طبعا كولر ووكيله وكمان قرر كمان التعاقد مع المهاجم أجنبي صريح يكون مديلا لمودست اللي رحل عن صفوف الفريق وللأهلي طبعا أكيد ما استفدش منه تماما وعشان كده الأهلي قاطت اشتراطات كتير في اللعيب الأجنب اللي هيدمها ولازم يكون فيه زي ما بيقولوا كده اجماع سواء من لجنة التقطيط سواء من مستر كولر ومن كل الإدارة الفنية داخل النادي الأهلي عشان ما يحصلش زي ما حصل مع مودست يعني هنتكلم كده على مستوى الصفقات الأهلي بصدد التعاقد مع مدافع آخر أو مساك آخر بعد التعاقد مع يوسف أيمن بنتكلم عن التعاقد على ظهير أيصر أجنبي بنتكلم عن التعاقد مع لعب وسط وجناح ومهاجم خمس قرارات على مستوى الفني ومستوى الصفقات على الجنب الآخر زي ما قلنا نقول لر محتاج أو محتاج أن هو يبلغ إدارة النادي الأهلي بقراراته الفنية عشان إدارة النادي الأهلي تتحرق وجيب اللعيبة ديت قبل انطلاق الموسم لأن البساطة الأهلي مترجت أنه هو يجيب اللعيبة ديت واللعيبة تتأقلم ويقوم متواجدة في الفريق وفي التدريبات قبل طبعا المباراة المهمة جدا جدا قدام الزمالك في السوبر الأفريقي والمقرر إقامتها يوم سبعة عشرين سبتمبر يمكن الأهلي بصص للمباراة دي بشكل قوي جدا مباراة مهمة مباراة على بطولة أفريقية قدام المنافس التقليدي نادي الزمالك وبالتالي في حالة تركيز أن الصفقات ما تتأخرش زي كل سنة وأن الأهلي يبرم الصفقات دي من بدري عشان يقدروا يشاركوا قدام الزمالك في مباراة السوبر الأفريقية على الجنب الآخر الأهلي داخل بقوة في بطولة الدور العام وبينافس بقوة على بطولة الدور العام مع طبعا المنافس بتاعه السنة دي وهو نادي بيرمز يعني الأهلي طبعا كان متقدم بفارق نقطة لحد مباراة الأهلي وبرمز اللي فاتت اللي الأهلي قدر يحسمها بنتيجة 3-2 وبالتالي تفوق بفارق أربع نقاط ولكن الأهلي طبعا عنده مباراة لسه مجالة كتير بتصل لتسع مباريات وبالتالي الأهلي محتاج أنه يكسب كل المباراة دي عشان يكون فارق عن بيرمز بأربع نقاط ولكن الأهلي هيواجه بيرمز مجددا مباراة الدور الثاني والأهلي محتاج أنه يفوز عشان بعيونهي أمال بيرمز في المنافسة على طولة الدور العام ولكن فوز بيرمز طبعا بيرجعه بشكل جبيل المنافسة على البطولة حتى التعادل مش هيكون مفيد تماما لبرمز لأن الأهلي في حالة فوزه طبعا بكل مباراة زي معنا المتبقية هيقدر يحسم بطولة الدور العام على المستوى الفاني يمكن كولر دلوقتي بيعيش حالة انتعاشها كبيرة الفريق مر بحالة من التراغع خلال الفترة اللي فاتت ولكن في المباراة الأخيرة قادر الفريق يكون مقنع جدا بيظهر بشكل كويس بيقدر يفوز ويفوز بأداء مقنع والأهلي كمان يعني أكيد في حالة كده انتعاشها كبيرة بعد الفوز على بيرمز في الوراه اللي فاتت فمباراة بيرمز بقر إن شاء الله هكون ووراها مهمة جدا جدا يمكن كولر استقر على ملامة التشكيل بشكل عام يعني لا خلاف على محمد الشناوي يعني طبعا أكيد منافسة قوية بينه من مصاب شبير ولكن لحد اللحظة دي يمكن بيتم تفضيل محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى سنائي الدفاع السنائي المستمر مع الفريق الفترة الأخيرة سواء محمد عبد المنم أو رامي ربيعة مركز زاهر الأيصر المتقلج بشكل كبير كريم فؤاد أو حتى عمر كمان عبد الواحد اللي بي قادم برضو مستوى الجهيدة ومحمد هاني هل مع عمر عبد كماني يبتدي يمين وكريم فؤادي يبتدي شمال ولا محمد هاني يكون متواجد في مركز اليمين دي ليسا حاجة طبعا فنية بيحسنها المستر كولر فقط الوسط يمكن برضو فيه سراع كبير أكيد إمام عشور متواجد في التشكيلة الأساسية أقرم توفيق طبعا مروان عطية في حالة طبعا عودته من قصة زفافه يعني ليسا الجهاز الفني ما حسامش الموقوفه من المشاركة من عدمه خصوة بعد موضوع زفافه ولكن حتى لو ده حصل فبالتالي الخيارات الفنية كتيرة جدا 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 لمستر كولر في ظل وجود لعيبة كتيرة متواجدة تقدر أن هي تلعب في التشكيلة الأساسية خط الوجوم ممكن فيه استقرار كبير رجم وجود لعيبة كتيرة جدا جدا داخل النادي الألي في خط الوجوم ولكن اللعيبة اللي ظاهرة بشكل كويس واللعيبة المتعلقة في الفترة الأخيرة يمكن سابتين نفسهم بشكل كبير برسيتاء وبعد عودتهم للإصابة لسن الشحات المتعلق مع الفريق في الفترة الأخيرة وأكيد النجم المصري الفلسطيني النجم الكبير موسام أبو علي اللي يعني زي ما بيقولوا كده قدر يوصل للنادي الأهلي إن الأهلي فعلا يملك دولة المهاجم على أعلى مستوى بيقدر يترجم الفرص بيقدر يكون محطة مهمة للفريق قدر إن هو يترجم الفرص اللي بتيجي للفريق الأهلي بقى له فترة كبيرة مش راجد ضلاته في أي مهاجم ولكن موسام أبو علي يعني يقدر إن هو يفون مقنع بشكل كبير لإدارة النادي الأهلي وكمان لسه إدارة النادي الأهلي كمان بالترجم إن هي الضم مهاجم أجنبي جديد ده يمكن التشكيلة الأساسية أو تشكيل الأقرب للنادي الأهلي في مورا بيرمز وعلى جنب الآخر كمان في حالة تركيز كبيرة لنادي بيرمز اللي هو عارف إن المباراة دي هي مباراة الدوري لو قدر يفوز بها فبالتالي بيرجع حظوظه واجه قوة المنافسة على طولة الدوري العام في حالة خسارته أو تعادله هيبتعد بشكل كبير على منافسة على طولة الدوري العام طبعا مستعينا بمين؟ مستعينا بالنجم الكبير رمضان صبحي الحمد لله طبعا انتهت مشكلة المنشطات بتاعتهم الحمد لله يقدر يرجع وانتهى إيقافه بشكل كامل وبالتالي يقدر يكون متواجد سواء مع نادي بيرمز أو مع منتخدنا الوطني في المرحلة المقبلة وتعرفين طبعا ان اكيد فيه قناعة كبيرة جدا من كابتن حسام حسن المدير الفني المنتخبنا كابتن مباريب حسن مدير المنتخب بربطان صبحي وقعا هيكون متواجد في المعسكر الاخير المنتخب له طبعا ازمة المنشطات ولكن الحمد لله بعد انتهاء الازمة دي هيكون بإذن الله يعني في حالة طبعا ظهوره بشكل جيد وتعلقه هيكون متواجد فيه معسكر المنتخب القانم بإذن الله المباراة الاهلي وبرمز في حالة تركيز كبيرة جدا من الجانبين عليها كل نادي عارف اهمية المباراة كل نادي عارف ان المباراة دي هكون قاسمة بشكل كبير في اه يعني وجهة بطولة الدور العام في الموسم ده ان شاء الله بازنا لها تخرج المباراة بشكل كويس جمهريا كمان يعني كم التذاكر اه او شاكت على النفاذ في كل الدرجات وكل انا عارفين الاهلي حتى دفع الفلوس بتاعة اه التذاكر لجماهير وطبعا بعد اتفاع اه تذاكر من او ادارة نادي برمز اخد القرار برفع قيمة التسكرة من خمسة وسبعين جنيه لم تين جنيه وبالتالي ادارة النادي الاهلي عشان تساعد اه جمهورها يعني رفعت او دفعت الفلوس بتاعت التذاكر لجمهورها طبعا ما لقوا فيه حصل بالادارة النادي الاهلي اه وجماهيره الكبيرة طبعا او ان كان لنا عارفين البرمز ما عندوش جمهور فبالتالي اكيد جنبات الملعب يقوم لينا بجمهور النادي الاهلي في ملعب ايه ملعب الدفاع الجوي المبارا الاولى كانت على ملعب السادة القاهرة ملعب النادي الاهلي المباراة دي ان شاء الله هكون على ملعب الدفاع الجوي ملعب النادي برد نتمنىها مباراة جايدة نتمنىها مباراة يكون مؤشر مهم للكرة المصرية قبل طبعا التحديات المهمة اللي منتخذنا الوطني خلال المنحضة المقبلة دي كانت تقطيتنا النهاردة من تلفزيون اليوم السابع شوفك على الف خير سلام عليكم